الهرده احنا هنعمل سالمن اوه لطيف زريف هنحط هنحط السالمن في الفرن مع خاص الانديف خاص الانديف اللي هو زي ده يعني كأنه قلب الخاص العادي ولو ده مش الاسم بتاعه في اللغة العربية اسمه الهندباء فيه منه الابيض والاحمر الطعم بتاعه لطيف جدا رايح في سكة كورومب شوية يعني رايح في الاتجاه الكورومب لو مش لقين مش عايزين نحط معها كورومب لو مش عايزين نحط معها الانديف ممكن نستخدم قلب الخاص البلدي لطيف جدا طبعا هتستغربوا ازاي انت وسامة هتدخل خاص بلدي الفرن جربوها اشعرها لكم ازاي لو حواليها ساس الوظيفته هنا في الطبق ان هو يشرب الساس ويبقى كل مرة بدل ما اجيب ساس من برة هو منه فيه مدي ساس مدي رطوبة مدي طعم لطيف جدا للبروتين اللي هيبقى معها فالتكنيكس اللي احنا هنتكلم فيها ان احنا روستد في الفرن ده المين تكنيك دي الحاجة اللي احنا بناخد الحاجة وايه بتتعمل في الفرن لازم نحضر فرش لازم نحضر حاجة راتبة لازم نحضر السوس ولازم نحضر الانديف نفسه هنا بستخدم الهند بقى الانديف انا عايز بصل ابيض برضو بس عايز بصل ابيض ايه شرايح رفيعة خالص 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 سامن كنت مدهنة زي السامن هنبص عليها عايزكوا تبصوا على الجلد لما تيجوا تشتروها مفيهاش القشر تاني حاجة من ناحية دي هتجدوا تجروا السوابعكوا على الخط من هنا والخط من هنا عشان نلاقي الشوك لقينا شوك نشيله ما لقينا الشوك منشيلش اللي مش موجود هادي يعني كمامم بس دي ده اللي هو احنا طبعا بالمنظر ده هو ده جاي من ايه من ناحية النص الوراني او الربع الوراني من السامن كنفسها السامن بيبقى كده حتتين على بعض صح وفي النص السلسلة فالسلسلة هيا وهيا بتعم كده بعد كده ايه بنشيل النص بنشيل السلسلة بنشيل الشوك في حتة عملت سوشي غالبا في حتة اهي معنا طيب عايزة حضر تدبيلة للأستاذ ده يعني تدبيلة خفيفة خالص مش لازم تتابع دي مش مزفرة ولا 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 اي حاجة من الحاجات دي فهاخد الاول احسي الايدي بس عصي بروتقون مع سوي ساس سنة عصير لابون اقربها لكم كده عشان تشوفوا الحاجات الحلوة اللي احتصل جنزبيل مبشور اهو جنزبيل متقطع اجزاء كده صغيرة مع ريوة ده هنا بقى الاكس سنة بودرة الحبهان حاجة بسيطة خالص خالص يعني دول خل دول هنستخدمهم بعدين مش هنختم مع دول خالص تمام؟ وكان فصتهم يدوب مش هقطعهم ولا بتاع انا عايزهم همهو دول يدوب يبقوا متفعصين كده زي ما هم تمام؟ برضو بودرة الجنزبيل حاجة خفيفة ده كان ايه ده؟ ايوة زي ما كنتم متخيل كس برا تمام؟ بس كده كده دي التدبيلة بتاعت السمك انا مش هزاود زيت لان دي زي ما احنا قلنا السمكة دي السمكة فيها دهن فانا مش عايز ازاود زيت هنا حط التدبيلة جميل واخد السمكة ناحية اللحمة هي اللي تبقى لتحت انا عايز العضلة دي عايزها هي اللي تشرب التدبيلة مش الجلد تمام؟ بس خليهمو دول يعودوا مع نفسهم تلت ساعة مش اكتر من كده بعد كده هننقلها في البتاع اللي هخش على النار مع دول بس قبل ما احط دول لازم احط من تحتيها حاجة تحمي صح؟ لازم احمي اللحمة نفسها نهاية ما تتحرق ما تتحربتش بيننا والاخر فعندنا اول حاجة البصل تاني حاجة الهندباء او الانديفز انا قسمت الاتنين دول نصين هعمل كده مع الباقي عشان احنا مكلم سيامي اقادي كده شوية زيت زتون هارجا خفيفة ليه مش عايز اقلي دول انا عايز اخدهم كرمالا حط بقى ايه؟ هنا بزود طعم هنا بزود نكات انا عايز نكت لمون ريحة عطر اللمون هاخد بشر اللمون بشر اللمون مش العصير عشان حطينا العصير هنا انا عايز بشر اللمون هنا بس كده دول حلوين حلوة او الكلام دول ببتدي يا رس بقى هنا فانهم عايز لسه هتكمل تسوية فين؟ في الفور ناخد دول نبتدي خليهم يبقوا دابلانين شوية طيب كده دي شكرا شيفين بدأت تاخد لون لطيف وكده بنتبل برضو بنملح السمك جميل؟ طيب اللي انا عامله هاخد لون هنا ويدوب البصل يدوب يبقى دابلان شوية حطهم هنا هاخد السلمون هنحطه في الفورن درجة حرارة 180 25 ديئة؟ مش اكتر من كده مش هسويها well done انا عايزة هتبقى يدوب برضو اللي لسه فيها لمع متبقاش مطفية السمك نفسها ما يبقاش مطفي من جوه كيبقى يبقى مستوي موسيقى